الله لم يعطينا روح الخوف أيضا للعبودية فالخوف بيستعبد وبيشل الإنسان وكثير ناس في الشرق الأوسط مستعبدة بتخاف أن تأخذ قرارات إما قرارات في اتباعها للرب أو خطوات لبكرة تذكرت النقطة الخامسة التي هي أنا بخاف من بكرة تفضل اللي خليه ما خافش من بكرة الله بيقول كده الذي لم يشفق على ابنه بل بزله لأجلنا أجمعين الآب على فكرة إبراهيم لقب أبو المؤمنين لأنه الله أدى له ردبة عالية جدا نتيجة نشاف فيه مشاعره وقلبه في المسيح لما إبراهيم قال له خذ ابنك وحيدك الرب قال إبراهيم الذي تحبه أصحاك وقدمه محركة ليه إبراهيم كان عنده إيمان أن الله قادر أن يكون من الموت لنسودة كلام الله فخذ الولد ورح أقدمه والأب قال له يا إبراهيم أنا مبسوط منك جدا أنا شفت نفسي فيك أنك بتقدم ومتطمن أنه هيقوم فقال لك الذي لم يشفك على ابنيه بل بزله للأجلين كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء خيف إيه من بكرة ده إبراهيم لما قال له لا تخف يا إبرام أنا ترسل لك كان لسه راجع من معرقة بتاعت قدر العمر وكان مرعوب يعني يجوى شعور بأنه ممكن يجوا بقى يكتموا عليه لهم انتصر دولة قال له متخافش أنا ترسليك فقال له أنا مش مفكر في موضوع ده أنا ماضي عقيم فالرب قال له في مثل هذا الزمان سيكون لك نسل بعديه على طول الكتاب يقول لنا أنه الرب قال لإبراهيم دخل عليه الرب وأعطى لي روح ثبات وإبراهيم نام وابتدى الرب يجيب زبائح كبش حولي وحطه قطعه اتنين كده والرب اكتاز في تنور الدخان ما بين الكبش وإبراهيم كان زي أكنه بيحلم وشاف المنظر عبارة عن إيه كان زماننا ما يعملوا معاهدة يعملوا عهد مثلا إبراهيم مثلا وأبي مالك لما يعملوا عهد إيه هو العهد ده بيقل التوب بتاعه أو الجوبة بتاعته يديها الأبي مالك إبراهيم وده يأخذ الجوبة بتاعته زي شاولي ما أدى جوبته يونسان أدى جوبته لدود بيقول له الجوبة دي شخصيتي زي ما أخذ الشكل بتاعك ده يبقى أنا لبست شخصيتي الأسيس وهو خد ده يبقى أنا قدته شخصيتي اللي في الجيب بتاع ده بقى بتاعك واللي في الجيب ده بقى بتاعي كان فيه منطقة المنطقة دي فيها السيف وفيها الدراهم الفلوس وفيها كمان كيس اللي هو الخبز اللي هو بيحطه فيه الأكل بحيثني بقوله لو أنت عندك مجاعة اللي ملكي بتاعك لو فيه حرب أنا معاك مكانك لو فيه عندك احتياج مدي أنا أسد في العهد بيبقى فيه أنت مسؤول عني في أزمتي وأنا مسؤول عنك في أزمتك إبراهيم لما الرب عمل معاك ده مين لك أزبان إبراهيم طبعا الرب قال له أنا عملت عهد معاك ما تخافش من حاجة بكرة كله بالكامل أنا مسؤول عنه والمسيح عمل معنا عهد اسمه العهد الجديد العهد الجديد أدانا كل ما ليه فلو أنت في المسيح ما تخافش من بكرة كل الأشياء هي لكم كل شيء لكم ما تخافش من بكرة لو عندك احتياج المسيح غني إله غني لو عندك أعداء هو قوي لو عندك مخاوف من إبليس هو صحكه لو خايف منه هو حبك وصلحك لو خايف من بكرة هو أمس واليوم والأمس لا تخافش من حاجة خالص المسيح حل كل حاجة في الصليب ففي الصليب ومحبة الله تشيل منك كل المخاوف لا تخاف من الله لكن خاف لا تزعله مش هيأذيك بقى أبليك لو تخاف من إبليس بقى تحت رجليك لو تخاف من الناس مش هعملوا غير مشيط الله لو تخاف من بكرة لأن بكرة هو في إدين إله بكرة لو تخاف من الموت لأنك خدت حياة ولا تموت موسيقى